مشكلات عديدة يعانيها العراق سوى في نظامه السياسي بعد عام 2003 أو في حجم الفساد المستشري في البلاد بحسب تقرير لموقع Atlantic Council الذي أكد أن مشكلة العراق اليوم تكمن في نوعية قياداته السياسية والحزبية الموقع الأمريكي بيّن أن العراق اليوم هو بأمس الحاجة إلى قادة يعطون الأولوية لمصالح البلاد على المكاسب الشخصية وأن تكون الأولوية للإصلاحات بدلا من توجيه الثروة العامة لشراء أصوات الناخبين مؤكدا أن البلاد بحاجة لمجتمع مدني قوي قادر على توحيد العراقيين في الأمور الحاسمة مبينا أن تظاهرات الثورة تشرين كانت وعدة في توحيد الشباب العراقي إلا أن أطمع الأحزاب والميليشيات تسببت في عدم اكتمال مشروعية الثورة على الصعيد السياسي وعن النظام البرلماني الحالي في العراق الأتلانتيك كانسل إن هذا النظام يواجه عقبات كبيرة تتمثل بالطائفية والانقسام العرقي والمحاصصة السياسية والفساد وضعف مؤسسات الدولة والمخاوف الأمنية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية مضيفا أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات لا ينبغي أن تركز فقط على التغيير المؤسسي بل يجب أن تركز على الاستثمار في القادة المستقبليين الموقع شار إلى أن المجتمع الدولي ولسيما الولايات المتحدة وأوروبا ضخوا استثمارات كثيرة وكبيرة في نظام الحالي في العراق إلا أن الفساد والطائفية أدى إلى تقويض ذلك وهو ما يحتم دعم تنمية الشباب العراقي وتعزيز مجتمعا مدنيا قويا لخلق جيل جديد قادر على قيادة البلاد نحو السلام والازدهار والاستقرار الديمقراطي وسط تأكيد مراقبين من أن ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء النظام السياسي وحكوماته التي تأتمر بأمر الأحزاب والميليشيات منذ عام 2003 وحتى الآن ترجمة نانسي قنقر